للدين أبين أفضالة للناس جميعا أهديها للتائب أرجو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الإنسان من نطفة فإذا هو حي يسعى ورزقه بالعينين يبصر بهما المسعى وأشهد أن النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صلي عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجاء ومصابيح الهدى ومن كان لهم تبعا وسلم يا ربنا تسليما كثيرا أما بعد فإخوتي في الله أخواتي في الله أشهد الله أني أحبكم في الله وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أحبتي في الله عود حميد إلى برنامجكم رسالة وفي هذه الليلة المباركة أتوجه برسالة تحمل وصية مشفق وتحمل نصيحة محب عنوان هذه الحلقة رسالة إلى الرئيس مرسي رسالة إلى الرئيس مرسي رسالة تحمل وصية من مشفق وتحمل نصيحة من محب وأنا لا أحب كما تعلمت العنترية الجوفاء ولا الشجاع اللفظية إنما يعلم الله أنها ستكون من القلب وأرجو من ربي أن تصل إلى قلب الرئيس إن ربي ولي ذلك ومولاه فروا الإمام مسلم في صحيحه عن تميم الداري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قالها ثلاثة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم قال الإمام النووي وهذا حديث عظيم الشأن بل يدور عليه الإسلام كله الإسلام كله مبني على هذا الحديث كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم الدين النصيحة والنصيحة هي تخليص القول من الغش النصيحة هي تخليص القول من الغش والنصيحة يا عباد الله أيضا هي أن تبذل الخير للغير النصيحة هي أن تبذل الخير للغير النصيحة لله ما معنى أن ينصح العبد لله يعني أن يؤمن بالله وأن لا يشرك به وأن يلزم طاعته وأن لا يخالف أوامره ما معنى أن ينصح العبد لكتاب الله أن يقف عند حدود القرآن وعند حروفه أن يؤمن بالقرآن يؤمن بمتشابهه يعمل بمحكمه أن يكون قرآن يمشي على الأرض ما معنى أن ينصح العبد لرسول الله أن يلتزم السنة ما معنى أن ينصح الإنسان لولي الأمر لأئمة المسلمين ولعامة المسلمين يكون ذلك ببذل النصيحة الخالصة وبتخليص القول فيها من الغش وبإرادة الخير كل الخير لأئمة المسلمين ولعامتهم وبما أن نبي أمرني أن أنصح لولي أمري فها أنا أتقدم بهذه الحلقة تحمل نصيحة المحب ووصية المشفق لرئيسنا محمد مرسي وأسأل الله أن يسدد وأن يوفق وأن يعينه على ما فيه خير البلاد والعباد وأن يكف عنه ألسنة الكلاب النباحة التي تنتقص منه وتقف دونه ودون تحقيق مشروعه إن ربي ولي ذلك ومولاه سيادة الرئيس سيادة الرئيس اعلم يا سيادة الرئيس أن هذا المنصب الذي أكرمك الله به تكليف وليس بتشريف اعلم يا سيادة الرئيس أن الله عز وجل حملك أمانة عظيمة وكلفك بمهمة جسيمة فاستعن بالله ولا تعجز وصر ربك في سجودك أن يعينك على ما فيه خير البلاد والعباد اعلم يا سيادة الرئيس أن أمانتك ثقيلة وأنك أثقل المصريين الآن حملا وأنك مسؤول غدا بين يدي ربك عز وجل اعلم يا سيادة الرئيس أن الحاكمة خادم لشعبه وأجير عند رعيته وأمين على بني جلدته أنت أجير عندنا أنت عبد وظيفتك رئيس عبد بوظيفة رئيس وقد سررت جدا لما سمعتك تقول في أول خطاب للناس أنا أجير عندكم وخادم لكم ليس لي حقوق وإنما علي فقط واجبات هذا كلام رائع ورائق وقد قلت كلاما لو تثبت عليه يكون لك حجة وإن تخالفه فهو حجة عليك روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أنت مسؤول غدا عننا يا سيادة الرئيس سيسألك ربك عن شعبك تخيل أيها الدكتور مرسي نفسك وأنت تقف بين يدي الله في الآخرة وحيدا فريدا عريانا ويسألك ربك عن قرابة تسعين مليون مصري يا لها من محنة يا لها من محنة يا محنة السؤال ويا شدة السؤال ويا محنة الجواب تصور نفسك ستسأل في الآخرة عن تسعين مليون مصري سيسألك ربك يا سيادة الرئيس عن المريض الضائع وعن الفقير الجائع وعن الأسير والمفقود وعن الشيخ الكبير صاحب العيال الكثير والمال القليل سيسألك ربك عن من غيب في غياه بالسجون ظلما سيسألك ربك عن من يبيت ويقضي بايت عشانوم سيسألك ربك عن الذين يعيشون في أكواخ من الطين وفي بيوت من الصفيح سيسألك ربك عن أكثر من مليون طفل من أطفال الشوارع مشردون سؤال عسير سؤال شديد ستسأل حتى عن الدواب التي تدب على أرض مصر ولله ضر عمر رضي الله عنه عندما قال لو أن بغلة تعثرت في أرض العراق لسألني الله عنها لما لم تصلح لها الطريق يا عمر عمر يرى أنه سيسأل في الآخرة عن تعبيد الطرق للدواب أنت حملت أمانا ثقيلا جدا كان الله في عونك أسأل الله أن يعينك أسأل الله أن يعينك أسأل الله أن يقيد لك البطانة الصالحة الناصحة التي تعينك على الخير وتأمرك به وتسجرك عن الشر وتنهاك عنه سر ربك أيها الدكتور مرسي سر ربك يا رئيسنا في سجودك أن يعينك على هذه الأمانة العظيمة وعلى هذه المسؤولية الجسيمة سيادة الريس إن الملوك والرؤساء والحكام هم أثقل الناس حملا يوم القيامة هم أشد الناس سؤالا بين يدي الله في الآخرة ستسأل في الآخرة واسمع إلى هذا الحديث الذي يخلع قلبك وقلب كل حاكم إن كان في قلبه إسلام وإيمان اسمع يا رئيس إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد والبيهقي وحسنه الألباني في الصحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أمير عشرة ما من مسؤول عن عشرة فقط فما بالك بنفسك وأنت الآن مسؤول عن قرابة تسعين مليون إنسان ما من أمير عشرة إلا وهو يؤتى به يوم القيامة مغلولاً يعني مغلولة يده إلى عنقه حتى يفكه العدل أو يوبقه الجور كل رئيس وملك وأمير هيجي في الأخرة متكتف إما أن يفكه العدل وينطلق على الصراط إلى جنات النعيم أو يهلكه ظلمه وجوره بل قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الشيخان ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة يا ويلك إن ظلمت الويل لك يا سيادة الرئيس من ربك إن ظلمت وهنيئاً لك إن عدلت أبشر بخير الدنيا والآخرة إن عدلت يكفيك أنك إن عدلت سيجعلك ربك في الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر على رأسهم إمام عادل إذا عدلت يا ريس في الآخرة سيجلسك ربك على منبر من نور عن يمين عرشه ستجلس مع النبيين والمرسلين والصديقين والشهداء وأئمة الهدى والعدل اسمع إلى ما رواه مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقصطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا هنيئا لك يا ريس لو عدلت وويل لك من ربك إن ظلمت سيادة الرئيس حكمنا بشريعة الله عز وجل فإن مهمتك الأولى أن ترعى مصالح الدين ثم ترعى مصالح الدنيا والدنيا لا تصلح إلا إذا انضبطت بأوامر خالقها بأوامر الدين القرآن يا ريس نريد أن نحكم به نريد أن يعمل بالقرآن في كل حركة وسكنة في حياتنا والقرآن كفيل بأن يأتينا بالرخاء والعدل والمساواة والحرية والأمن والأمان أولم يقل ربنا يا سيادة الرئيس في القرآن الذي تحفظه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى أولم تسمع إلى حديث نبينا صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي قال فيه تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي كفان يا ريس قوانين مستوردة من الخارج كفان يا ريس قوانين أحلت الحرام وحرمت الحلال كفان زبالات أفكار كفان نفايات عقول معنى القرآن نور الله معنى السنة الهداية ثم نترك هذه الأنوار وندخل في الظلمات نستورد زبالات الأفكار ونفايات العقول ونحن نملك كتابا يملك إسعاد البشرية نريد أن نحكم يا ريس بالشريعة سيادة الريس لا نريد قوانين تحل حرامة لا نريد قوانين تحرم حلالة يا سيادة الريس لا تداهن أحدا كائنا من كان على حساب دينك يا سيادة الريس لا تميع دينك لأي أحد إرضاء له اعلم يا ريس أنه إذا كان همك إرضاء ربك فقط رضي عنك ربك وأرضى عنك الناس لأن كلوب الناس بين إصبعين من أصابع ربك يقلبها كيفما شاء أما إذا أرضيت الخلق في معصية الخالق سخط عليك خالقك وأسخط عليك الخلق وحد همك في إرضاء ربك يا سيادة الريس اتق الظلم لا ترد مظلوم وأنا سعيد بأنك فتحت دوامين لقبول شكاية المظلومين وبعض التعبنين في عقولهم قال لك دوامين ومن أولها يقول لي ديوان كلمة ديوان دي كابتة ألف الدولة الدينية طبعا الحد إنبارح كان زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهوري كان يقولوا ديوان برضو في كده بعض الإعلاميين الجهلة يتربصون لا ترد مظلوما أبدا لا تظلمن أحدا أبدا لقد ذقت الظلم يا رئيس ودخلت السجن يا رئيس ومن ذاق عرف لا تظلمن أحدا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وربنا قال وقد خاب من حمل ظلم وقد رأيت أيها الرئيس كيف أخذ الله الظالمين وكيف نقلهم من القصور إلى السجون والحمد لله رب العالمين يا سيادة الرئيس كن رئيسا لكل المصريين أنت لست رئيسا للإخوان المسلمين ولست رئيسا للسلفيين ولست رئيسا للطيار الإسلامي الذي وقف معك بكل قوة أنت رئيسا لكل المصريين وحكم مصر يا رئيسا لكلنا سنتعلق في الآخرة في رقبتك يا رئيس أنت خادم للجميع فاتق الله واعدل بين جميع رعيتك ولا تحابي أحدا على حساب أحد سيادة الرئيس ول المناصب لأهل الكفاءة والأمانة ولا تولي المناصب لأهل الثقة ول المناصب لأهل الكفاءة والأمانة ولا تولي المناصب لأهل الثقة والمعرفة فإن أهل الثقة في الماضي خربوا البلد ونهبوا أموال البلد ومصمصوا العظام أهل الثقة في الماضي الحشية بتاعة الماضي أهل الثقة في الماضي أكلوا اللحم ثم أذابوا الشحم ثم ضقوا العظم ولي كل منصب للكفء الأمين أهل الثقة في الماضي ضيقوا على أهل الكفاءة حتى فرت العقول المصرية النبيها النابغة إلى أوروبا فنورتها وعشنا نحن في كهوف وظلمات ولي كل منصب للكفء الأمين الدين الذي يتق الله عز وجل لا يخفى عليك يا سيادة الرئيس أن مؤهلات المنصب الكفاءة والأمانة هذا يوسف عليه السلام قال لملك مصر في زمانه عندما أراد أن يتولى الوزارة قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم أنا عندي أمانة وعندي علم عندي علم أستطيع أدير اقتصاد البلد إني حفيظ عندي أمانة مش هسر البلد إني حفيظ عليم وابنة شيخ مدين عندما أرادت أن يستأجر أبوها موسى عليه السلام ماذا قالت؟ قالت يا أبا تستأجر إن خير من استأجرته القوي يعني القفء على أداء المهمة الأمين يا ريس ولي المناصب لأهل الكفاءة والأمانة لا تولي المناصب لأهل الثقة إحنا في مصر كان عندنا تمانين مليون مبارك مش مبارك كان عايز يقعد ابنه مكانه على الكرسي آه مش هذه من جرائم مبارك التي من أجلها ثار الناس أيها طبعا طب ما فيه كتير مننا بيعمل نفس اللي بيعمله مبارك كل ضابط في الغالب له ابن ضابط وكل قاضي ابنه قاضي وكل عمدة ابنه عمدة وكل شيخ بلد ابنه شيخ بلد ليه؟ يبقى واحد جايب في كلية حقوق 55% ثم يلتحك بسلك النيابة ليه؟ عشان يبقى مستشار طب ده هو ناجح بمجموع يدو بيدخلوا دورة المية ده يبقى قاضي هيحكم في دماغنا وأعراضنا وأموالنا بأمرت إيه؟ آه لو جايب مجموع كبير وفيه بقى مسابقة ولا حق هو أولى من غيره لو كف عيل يدوب بالعافية جايب جيد يتعين في الجامعة معيد لأن ابو دكتور في الجامعة والغلبان ابن البواب بتاع العمارة بتاعت ساعته جايب امتياز مع مرتبة الشرف يحرم؟ ده ظلم يا ريس دي كوسة هذه العقول العفنة هي التي طيرت الكفاءات وكرهت الشباب في البلد وضعفت الانتماء عند الشباب لا يا ريس ولي المناصب لأهل الكفاءة والأمانة لا لأهل الثقة يا سيادة الرئيس أرجوك لازم تقف وقفة جادة مع الإعلام يا دكتور مرسي يا ريس إذا أردت أن يستقر الوطن إذا أردت أن توطد حكمك إذا أردت أن تنتهي الفتن التي يعيشها الناس لابد من وقفة جادة مع الإعلام طهر الإعلام من الطبالين والزمارين ومساحين القوخ من المتحولين المنافقين الذين كانوا يمجدون في مبارك بالأمس واليوم يسبونه هم معروفون بالإسم خمستاشر عشرين إعلام مولعين مصر طهر البلد يا ريس من هؤلاء وإلا فهؤلاء يشعلون النيران في كل ساعة ساعات بث بالليل والنهار وأعادة وأعدت الإعادة ونيران وسموم وأفاعي وعقارب وحيات تطل علينا من الشاشات لابد من وقفة جادة مع الإعلام لا تقصف قلما لا تصادر جريدة لا تغلق قناة بس من خالف القانون منهم خذه بالقانون أمدد لهم حبان الصبر مرة ومرة ومرة لكن الذي لا يرعوي لابد أن تأخذه بالقانون وإلا ضاعة البلد الإعلام عايز يحولك إلى عصام شرف رقم اثنين لابد من هيبة لكرسي الرئاسة لابد من وقفة جادة إنما نقول للإعلاميين الحريات لا سقف لها حرية المطلقة تعني الفوضى المطلقة يا ريس أي حاجة لها سقف الحرية المطلقة تعني الفوضى المطلقة الإعلام حر بشرط بشرط ألا يهز استقرار البلد ألا يزلزل الوطن ألا يثير الشاععات ألا يؤلب بين قلوب الناس ألا ينطق بالإفك والزور والبهتان أن يتثبت من كل كلمة ينطق بها إنما عشر خمس تشر مزيع ومزيع يولع البلد ويأخذ ملايين لا واجب عليك أن تقف وقفة جادة مع هؤلاء نريد إعلاما نظيفا إحنا أرفنا إحنا أرفنا نريد إعلاما نظيفا يصدق ولا يكذب يعلم ويثقف ويربي ويهذب ينقل الخبر بشفافية ويحلل الخبر بموضوعية نريد إعلاما يتكلم باسم الشعب لا باسم الحكومة ولا باسم الرئيس نريد إعلاما ينتقد الرئيس بأدب ده بعضهم بيكتب مقالات مش كأنه بيتكلم عن رئيس مصر كأنه بتكلم عن ساعي البريد ما احترامي لكل ساعاتي البريد الأسياد ما هذه الجرأة فارق بين الانتقاد والشجاعة وكلة الأدب نريد إعلاما ينتقد بأدب لا تقصف قلما لا تصادر جريدة لا تغلق قناة أعطي الإعلام حرية كاملة منضبطة ومن خالف منهم القانون فأثار شائعة أو قال كذبا أو رمى بريئا فخذه بالقانون وإلا ضاعت البلد ولن يستقر لك حكم أخوك يقولها لك كلمة والله خالصة لوجه الله عز وجل يا ريس اقترب من العلماء الربانيين اقترب من العلماء الربانيين العاملين المتجردين في عملهم لله المخلصين الذين لا يخافون في الله لوم تلائم ابعد عن المشايخ أصحاب الفتاوي ذوات البلاوي هم معروفون ابتعد عن الطبالين الذين يفتون الفتوى اليوم ويغيرونها غدا وبعد غد حسب الطلب أو يفصلون الفتوى حسب الطلب هم معروفون ما المانع أن تشكل هيئة من كبار العلماء من الأزهر ومن غير الأزهر وتجعلهم من أهل مشورتك من الذين يطؤون بصاتك من الذين تستشيرهم يا ريس أذكى ولد آدم هو محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك قال له رب العالمين فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وصف ربنا جماعة المؤمنين أمة الإسلام فقال وأمرهم شورى بينهم اجعلهم أهل الحل والعقد استشرهم استنر بآرائهم ولا بأس أن تضم هذه الهيئة العلماء أصحاب الكفاءات في كل منحة من مناح الحياة اجعلهم أهل مشورتك النبي محمد كان يستشير النساء أحيانا استشار أمة سلمة في مسألة عند صلح الحديبية وعمل بمشورتها فكانت مشورتها سبب لنجاة الأمة من هلاك محقق اقترب من العلماء الربانيين العاملين واجعلهم أهل مشورتك يا ريس معلش في اللي جاية دي سمحني لا تشارك زوجتك لا تجعل زوجتك تشاركك في أعباء الحكم ولا يتدخل أي ولد من أولادك في أمور الحكم يا سيدة الرئيس مش عايزين نسمع تاني سيدة مصر الأولى خلاص يا ريس خلصنا ويحمد لزوجتك ويمرأة فاضلة على علم وعلى دين أنها قالت أنا لا أحب أن ألقب بهذا اللقب قول لي يا أم أحمد باسم ولدي وانتهى وأنا عملي في الماضي لن يزداد شبراً ولا سنتي في الحاضر أو المستقبل أنا كما أنا هذا أمر جيد وهذا أمر حسن إن تثبت علي يكون حظك وإن تخالفه يكون حجة عليك مش عايزين نشوف زوجة الرئيس زوجة الرئيس في بيتك طرعاك وترعى أولادك وتقوم على أعمالها العلمية والخيرية التي كانت تقوم عليها قبل أن تصبح رئيساً أولادك في عملهم مش عايزين نشوف سيدة مبارك تاني مش عايزين نشوف جهان السادات في ثب جديد تاني مش عايزين نشوف علاء مبارك تاني وجمال مبارك تاني مللنا مللنا إمرأة الرئيس بأي حق تسحب من ورائها وزيرين أو ثلاثة في كل مجلس وتتولى مسؤولية كذا وكذا وكذا نحن ما اخترناها ولا انتخبناها نحن اخترناك أنت وانتخبناك أنت وأنت وحدك المسؤول أمامنا يا سيدة الرئيس كن قدوة كن قدوة في دينك في أخلاقك في انضباطك في احترامك للنظام في احترامك للقانون الذي لا يخالف شريعة الله عز وجل كن قدوة أنت شئت أم أبيت يا ريس قدوة قدوة والعرب قالوا قديما الناس على دين ملوكهم الناس على دين ملوكهم التقى هارون الرشيد بإمام مصر الليث ابن سعد فقال هارون للليث ابن سعد عظني يا إمام شفت هارون يقترب من العلماء إزاي ويطلب منهم النصح إزاي قال عظني يا ليث فقال الليث اعلم يا أمير المؤمنين أنه من رأس العين يأتي الكدر فإذا صفت العين صفت السواقي كلام حلو أوي 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 لو أنا عندي ساقية الساقية بتسحب مية من الترعة أو من عين مية إذا كانت الترعة مياهها ملوثة الساقية هتجيب لي مية إيه ملوثة وإذا كانت الترعة مياهها صافية عذبة فرات سلسبيل الساقية هتجيب لي إيه مية عذبة فرات سلسبيل الريس رأس العين من رأس العين يأتي الكذر فإذا صفت العين صفت السواقي وإذا تكدرت العين تكدرت السواقي الناس على دين ملوكهم سعدت جدا لما علمت أن رئيسنا خرج ليصلي الفجر في جماعة فقال له رجال الحرس الجمهوري على فين يا ريس قال على فين أو ما سمعتم الله أكبر الله أكبر حي على الصلاة حي على الفلاح قال له يعني هتطلع تصلي في الجامعة يا رئيس الفجر قال له بس الكلام دا ما ينفعش قال ما ينفعش ليه أنا خارج لصلاة الفجر ومن أراد منكم أن يصلي معي فليخرج طبعا اللي بيصلي واللي ما بيصليش لما شف الرئيس بيصلي قال له تمام يا فندم وذهب ليصلي الناس على دين ملوكهم كن قدوة كن قدوة عش كسائر الناس كن قدوة في حياتك عش كسائر الناس بلا طرف ولا رفاهية إلا قبلك كانوا يقولهم الطعام ساخن من لندن ومش عارف إيه من باريس والحلويات مش عارف منين في طائرات خاصة عش كسائر الناس بلا طرف لا تنسى أن سفير الروم ذهب إلى عمر بن الخطاب برسالة من ملك الروم فسأل الناس أين قصر الملك؟ قالوا ملك ليس عندنا ملك بل هو أمير المؤمنين قال أين قصر أمير المؤمنين؟ قالوا قصر ليس لأميرنا قصر إنما بيت من طين قال أين بيت الأمير؟ فذهبوا به إلى بيته فإذ به يرى بيتا من الطين صقفه جريد فسأل عن عمر قالوا تجده نائم تحت ظل شجرة في مكان كذا فذهب فوجد الأمير الذي يرعب اسمه ملك الفرس والروم وقد توسد ذراعه في ظل شجرة فقال الكلمة العظيمة التي شاعت وذاعت قال حكمت فعدلت فأمنت فسلمت فنمت يا عمر كن قدوة في حياتك ابتعد عن البهرجة ابتعد عن الطرف كن قدوة في حياتك عمر بن الخطاب في عام الرمادة يا ريس حرم على نفسه أن يأكل السمنة واللحمة فكان بطنه يقرقر من الجوع فيما جاء عن نسجة عنب تموت من الجوع الريس كان بياكل عيش ناشف بملح أو بزيت وكان بطنه يقرقر يصوت من شدة الجوع فكان ينقر رضي الله عنه على بطنه ويقول لها قرقري أو لا تقرقري فليس لك عندي إلا الملح والزيت يا ريس الرئيس اللي عنده دين لا يشبع ورعيته جوعانة الرئيس اللي بيتق الله لا يشبع ورعيته جائعة لا يسكن في القصور والناس يعيشون في أكواخ من الصفيح وفي عشش من الطين كن قدوة كن قدوة يا سيادة الرئيس والله أنا بحبك في الله ويعلم الله أني سجدت شكرا له عندما علمت بخبر فوزك يا سيادة الرئيس تفقد أحوال الرعية بنفسك ولا تعتمد على التقارير فإن أصحاب التقارير غالبا يصنعون طبقة من الحديد بين الحاكم والمحكومين على قدر الطاقة يا ريس زيارة مفاجأة لمؤسسة كذا لمنطقة كذا ولا أريد كل تحركاتك يا ريس في القاهرة وفقط زيارة مفاجأة الأصوان زيارة مفاجأة الضميات زيارة مفاجأة مفاجئة لكذا تفقد أحوال الرعية اسمع من العلماء شكاوى الناس ديوان المظالم الذي أمرت بإنشائه وهذا أمر حسن لا تغفل عنه تفقد أحوال المظلومين فإن مبارك سقط بدعوات المظلومين والظلم ظلمات يوم القيامة لا تعتمد على التقارير اسمع إلى عمر رضي الله عنه يقول ذهبت إلى خيمة امرأة عجوز عمياء أخدمها رئيس الوزراء الرجل الثاني في الدولة بعد الخليفة الصديق ريح يخدم بنفسه وحد عمي عجوزة قال فوجدت طعامها قد طبخ وثيابها قد غسل وخيمتها قد هيئت فقلت يا أمط الله من فعل لك هذا؟ قالت رجل وعزم علي ألا أخبر أحدا عنه تاني يوم بعد الفجر سيدنا عمر كما قريبا من الخيمة عايز تشوف مين اللي عمل كده فإذ به يرى أن الذي طبخ طعامها وغسل ثوبها وخبز خبزها وهيأ خيمتها أبو بكر رضي الله عنه الرئيس بيتفقد أحوال الرعية وعمر نفسه هو لما سمع صراخ الأطفال من شدة الجوع ذهب إلى بيته والقصة أكيد تحفظها يا رئيس ذهب إلى بيت المال وحمل على كتفه جوال ضقيق وسمن وعسل وذهب وعجن عجينها وأوقد الفرن وخبز الخبز وأطعمهم ده عمر وقال والله جئتكم وأنتم تبكون لا أترككم إلا وأنتم تضحكون ويا لتعرف من هذا الذي يخدم فقالت والله لأنت أحق بالخلافة من عمر تفقد أحوال الرعية لا تعتمد على التقارير ياريس نصيحة من أخيك الصغير المحب اقرأ كثيرا ياريس في سياري أهل العدل وفي سياري أهل الظلم بتقول لي يا عم الشيخ بقول لك هو ياريس اقرأ في سياري أهل العدل في كتب ياريس تكلمت عن الخلفاء الراشدين أكيد عندك منها اقرأها تاني قل لي ليلة كده افتح ويقرأ سيرة أبو بكر الصديق وكيف كان يعدل سيرة النبي محمد وكيف كان يعدل سيرة عمر بن الخطاب سيرة عثمان سيرة علي سيرة الحسن سيرة عمر بن عبد العزيز سيرة نور الدين محمود سيرة صلاح الدين الأيوبي اقرأ يا ريس في سياري الحكام من أهل العدل واجعلهم لك قدوة وقرأ في سياري الحكام الظلمة وخذ منهم عبرة يبقى خذ من أهل العدل قدوة وخذ من أهل الظلم العبرة أين ذهب فرعون أين هامان أين قارون أين الملوك راحوا فين فين خذو إسماعيل فين الملك فين توفيق فين فؤاد فين فاروق فين ماصر فين السادات فين مبارك الآن اقرأ وخذ من هذا القدوة ومن هذا العبرة واعلم يا سيادة الرئيس أن السعيدة من اتعظى بغيره وأن الشقي البئيس من اتعظى بنفسه وأنت تجلس في قصر الرئاسة الآن على نفس الكرسي اللي كان بيعود علي مبارك يعني وسكنتم في مساكن من الذين ظلموا أنفسهم فلا تكن ظالم كهؤلاء خذ العبرة اقرأ في سير أهل العدل واقتدي واقتفي وسر على النهج واقرأ في سير أهل الظلم وخذ العبرة والعظة واعلم أنها لو دامت لغيرك لما وصلت إليك يا ريس أرجو يكون كلامي برد وسلام على قلبك يا ريس أنا بحبك يا ريس لا تغفل عن ذكر الموت أبدا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا من ذكر هذه من لذات راه الترمذي وابن حبان وصححة لو دامت لغيرك لما وصلت إليك عيزك على الأقل يا ريس على قدر الاستطاعة كل أسبوع كل شهر تزور المقابر هذا من سنة النبي وهذا أمر به النبي عندما قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور أنا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة هارون الرشيد كم بيحكم نصف القرى الأرضية يا ريس لما نزل به مرض الموت قال أتوني بالكفن فاشتروا له كفن قال احفروا لي لحدا فحفروا له لحدا في الأرض فنزل في اللحد ونام ساعة يعني نزل رقد في قبره ساعة ثم خرج من قبره باكيا سجد على الأرض وقال ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية يا رب يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه يا رب يا حي يا من لا يموت ارحم ضعيفا يموت اوعى تنسى الموت يا ريس سكرتر رئيس مبارك شفت له لقاء موجود على الإنترنت بيقول كان أبغط حاجة إلى قلب مبارك أن يسمع كلمة الموت اوعى تجيب سيرة الموت عند الرئيس اوعى أنا بقول لك يا ريس أكثر من ذكر الموت لا تغفل عن الآخرة أبدا أبدا يا ريس لا تغطر بمتح المداحين قل لمن حولك رحم الله من أهدى إلي عيوبي أي حد يمدحك قل له اسكت أنا بحاجة إلى غير هذا منك ما تديش ودنك للهتيفة لمساحين القوخ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم الطراب لا تعطي أذنك لهؤلاء الهتيفة معظمهم من المنافقين يقولون عاش الملك مات الملك وقد رأيت كيف كان يمدح بعضهم مبارك اليوم ويسبه في الغد قلهم رحم الله من أهدى إلي عيوبي النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمدح صاحبه قال قطعت عنق صاحبك قطعت عنق صاحبك قطعت عنق صاحبك قالها مرارا رواه البخاري في الأدب وكان الفاروق رضي الله عنه يقول رحم الله من أهدى إلي عيوبي يا ريس عارف عمر بن عبد العزيز كان عمل حاجة عجيبة أوي كان معين عالم معاه في القصر اسمه عمر بن مهاجر عارف شغلة عمر بن مهاجر عند عمر بن عبد العزيز كانت إيه يا ريس لعلك تسمع هذا لأول مرة شغلته يقول له يا ابن مهاجر إذا رأيتني حت يمينا أو شمالا فأمسكني من تلابيبي وهزني في الهواء بقوة وكن لي يتق الله يا عمر فإنك ستموت عايزين لحواليك يبقوا كده ينصحون لا يمدحون ينصحون بأدب ويلفتون النظر بأدب ماذا عايزين هاتيفة؟ عايزينك تجمع حولك من يقول لك اتق الله فإنك سوف تموت عمر بن الخطاب رضي الله عنه استوقفتهم رأة عجوز فقالت اتق الله يا عمر واعلم أن من أيقن بالموت خاف من الفوت ومن أيقن بالحساب خاف من العذاب وعمر يسمع قال أحدهم من هذه العجوز التي تغلظ لك وأنت تسمع قال امرأة سمع لها الله أفلا يسمع لها عمر هذه خولة التي نزل فيها قول ربنا قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله ثم قال لا خير فيكم إن لم تقولوها إن لم ننصح لرئيسنا بأدب يبقى لا خير فينا إذا تحولت الأمة إلى هتيفة تهريج وإلى مساحين قوخ يبقى أمة لا خير فيها قال لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها يا ريس أرجوك لا تغفل عن إصلاح التعليم التعليم اللي احنا تعلمنا يا ريس لا يقوم عليه بناء ولا تقوم عليه تنمية ولا تقوم عليه نهضة وأي بلد محترم في العالم عايز تعمل تنمية ونهضة لابد أن تبدأ بالفرض فتعلمه جيدا وتعتني بصحته جيدا جيدا الحمد لله حسن مبارك ضمر التعليم وضمر صحة المصريين هو ده تعليم اللي عندنا تعليم العيل في أولى ابتدائي وتانية ابتدائي من أول أسبوع في المدرسة الأستاذ يقول له اللي مش هيخش الدرس الخصوصي هسقطه احنا أولادنا في المدارس وعارفيني الكلام ده ده تعليم تعليم تلقيني وخلاص الولد يخش الامتحان يبخ الكلمتين في الورقة ويطلع من اللجنة ناسي كل حاجة معنا تصالوا ولا ايه السلام عليكم طيب عايزين تعليم تعليم بجد تعليم نرعى فيه المواهب شوف الولد اتجاهه فيه ونعلم تعليما تقوم عليه نهضة ماليزيا كما لا يخفى عليك يا ريس ما عنداش موارد زينا الهند ما عنداش موارد زينا اليابان ما عنداش موارد زينا كل دول عملوا نهضة لما أصلحوا التعليم وجعلوا جل ميزانية الدولة لإصلاح التعليم وبعدين أرجوك يا ريس نظرة للبحث العلمي احنا يا ريس عندنا آلاف براءات الإختراعات خلي رجالتك من العلماء ينخلوا البراءات دي ويشوفوا ايه منها ممكن ينفز الآن وده والله هيأتينا بمليارات فنلندا قام اقتصادها على المحمول على اختراعه ده احنا في مصر عندنا عشرات الآلاف من الاختراعات بس البيروقراطية أهملتها الفاسدون أهملوها وطارت عقولنا زويل مجد يعقوب فاروق الباز فلان فلان أنا قلت الكلام ده في الحلقة الماضية رأيت حلقة لشاب مصري عمل مطور بيمشي بالمية مطور سيارة ماشي بالمية يعني بيمون من حنفية الوده فين الراجل المحترم ده فين هاته ده ثروة قومية وشوف مشروعه ده ينفع يتنفذ ولا لا ده يوفر لنا مليارات لما نمشي الماكينات بالماء انت عارف ان الطاقات الى زوال وانه كله بيبحث عن طاقات بديلة عندنا الشاب الظريف الجميل اسمه هيسم دوسوقي اللي امتخني الذاكرة اللي عمل اختراع كل حاجة بالتطش المشاريع ده تتنفس ليه عندنا عشرات الآلاف زيها واحسن منها لازم نزود ميزانية البحث العلمي لازم عالم يقوم على وزارة وزارة للبحث العلمي لازم ميزانية لازم ننخل هذه الاختراعات لازم ننفذ منها اشياء لا تغفل هذه تعرف يا رئيس ان حسن مبارك كان بيوسرف الفلوس عالكورة ولك الأطال واحنا مش ضد الرياضة بس مش قوي كده كانت بتنفق الاموال على الطبالين والزمارين والكتاب بقول لا انت عارف يا رئيس معظم الفلوس كان بتروح فين غير اللي بتسرق يعني لا احنا عايزين الفلوس تنفق في مكانها تنفق ليأتي بدل المليون مليار عايزين بلد تقوم على قدميها وبعدين بقول لك واخواني بيقولي خلاص الوقت لا تغفل عن الدعاء والاستغفار في كل سجدة بقول كده اللهم اعني على حمل هذه الامانة ووفقني لما فيه مصلحة البلاد والعباد ونحن بدورنا ندعو لك ان ربنا يعينك ويسددك ويوفقك ويبيد عنك الكلاب النباحة في الاعلام ويبيد عنك الذين لا يريدون بمصر اي خير ابدا ثم اقول لنفسي ولكل المصريين لا تعجلوا على الرجل الرئيس محمد مرسي لا يملك عصى موسى ولا خاتم سليمان ولا الفنوس السحري فواحد مغفل يقول لك الله ده محمد مرسي الرئيس بقاله خمس ايام عمل ايه في خمس ايام وهل ما خرب في ستين سنة محمد مرسي هيعرف يعدله في سنة مش في خمس ايام محمد مرسي واحد كسائر الناس لا نبي معصوم ولا ملك مقرب ولا واحد من الصحابة ده لو عمر بن الخطاب بيحكمنا الآن مش هيصلح اللي خرب في ستين سنة في خمس ايام الرئيس مرسي لا يملك عصى موسى ولا خاتم سليمان كما يقول العامة ولا الفانوس السحري ها يحك الفانوس السحري يطلع له العفريت يقوله شبك لبك تؤمر بايه ده حتى لو محمد مرسي لقى الفانوس السحري وحكه كده يمكن يطلع له منه حسن مبارك يقوله شبك لبك تخرب ايه يا أخوانا يا أخوانا إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع ومعها صايا موسى هيضرب كده تتحل مشكلة البطالة وخبطة كمان نجوز البنات وندخلهم الكليات وخبطة كمان نحل مشكلة المرور لازم إحنا نساعده الرئيس ليعمل وحده دي مش بلده لوحده دي بلدنا محمد مرسي إلى زوال ومصر عمرها أطول بكثير من عمر الدكتور محمد مرسي دي بلدنا كن إيجابيا مش تقف بروح الزبابة مع طابور المتربصين تحسبه على كل كلمة ده بيقول يا أهلي يا عشيرتي ودي فيها إيدي يا أخوي ده بيقول ديوان المظالم آه ديوان كلام بتاع زمان باء ده يعملها دولة دينية دي أخلاق عندنا من الإعلاميين أقوام لا أخلاق لهم ولا يتقون الله ولا يريدون إلا خراب البلد أسأل الله أن يكبتهم وأن يخزيهم وأن يجنب بلدنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يوفق الدكتور محمد مرسي إلى ما فيه الخير وأن يعينه على استقرار البلد أن يعينه على استقرار البلد إنه ولي ذلك ومولاه أحبكم في الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خلق رسالة للدين أبين أفضالة للناس جميعا ترجمة نانسي قنقر